في موضوع آخر خمس رخصين رسمية منحتها وزارة الصناعة لاستغلال إنتاج وتكرير السكر بسوق الوطنية لكن هل المجمعات المعنية بهذه الرخص استطاعت رفع تحدي الإنتاج العينة كانت عن مجمع لابال مع فوزيام سعدي بعد أكثر من سنتين عن تدشين وزير الصناعة لمصنع إنتاج وتكرير السكر التابع لمجمع لابال بولاد موسى كاميرا تلفزيون النهار زارت المصنع ورصدت الحصيلة محدودية المدعملين المرخصين رسميا لإنتاج السكر بالجزائر كان سبب إرادة القائمين على المجمع لرفع تحدي الإنتاج إدماج الكفاءات الجزائرية مع نظرتها الفرنسية أثمارت الجودة والنوعية المحلية ليكون توجه من إنتاج الجملة إلى التجزئة خطوة مجمع هذه السنة هكذا استطعت الإرادة الجزائرية بشراكة فرنسية اقتحام سوق السكر بين جزائر والتطلع أكثر لغزو الأسواق الدولية قريباً اشتركوا في القناة